أعلن مصدر الرافع المستوى أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية أكد المصدر استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى تفاقي هدنة في قطاع غزة وذلك في ظل استضافة القاهرة لاجتماعات بمشاركة وفود من قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة وأكد المصدر أن مصر تواصل جهودا مكثفة مع جميع الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة مشيرا إلى أن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة للعمليات الإسرائيلية وتبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة في غدون ذلك نفى مصدر رافيع المستوى شكلا وموضوعا لما تتدوله وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع يتي هذا في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو قوله إن وفدا إسرائيليا وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول هدنة في قطاع غزة غدا تأعلن حركة حماس موافقتها على مقترح للتهدئة